موسيقى أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ساعة التربية آمل أو أتمنى أو أتصور وإحنا قاعدين وفي الفترة الزمنية اللي احنا بنمر فيها في ليلة من الليالة الوترية يعني آخر ليلة من الليالة الوترية في شهر رمضان إحنا أكتشفت حال غريب قوي اكتشفت إن كان رمضان وكمان المواقف اللي بتستدعي ان البني آدم يراجع نفسه او التواريخ الهجرية كلها كانت بتصب في حاجة اسمها تربية وبتخلينا كمان نبقى شايفين نفسنا ولو عندك شوية شفافية مع نفسك ومصداقية فيه مواقف كتيرة ممكن تكون مرت بيك مش لازم مع أولادك في الحياة البني آدم ممكن يتكسف من نفسه فيها لانه ما كانش على ماستخدمش الاسلوب ماستخدمش الطريقة ماستخدمش الأخلاق اللي كان من المفترض انه يستخدمها في لحظات كتيرة عشان أبسط الأمر أكتر أما بنتكلم في ساعة التربية هي خاصة بعملية تربية النفوس وأقصب بالنفوس المخ البشري وأقصب بالمخ البشري أفكاره أحاسيسه ومشاعره وردود أفعاله واللي بيخاف منه وطموحه وكل ده لها مراكزه اللي موجودة داخل نطاق المخ البشري بننميها بأسالبنا وبنهدها بأسالبنا ساعات نزرع بزرع وتطلع وساعات نجرد الأرض تجريد اللي خلانا أفكر النهاردة وأقول إنه هو مع ختام الشهر الكريم من المفترض إنه كل واحد فينا داخل الشهر بمفاهيم وعقل ومنطق واسلوب اتصلى فيه أقامنا فيه صمنا فيه تبرعنا فيه أفطرنا صائم فيه أكرمنا الناس تشبها كان كالريح المرسلة أي حاجة عنده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقدمها ولكن عنوان الحالة اللي فاتت كانت إنه كل ده المفروض يتصب في طريق التعاملي داخل نطاق المنزل بأخلاقيات وسيمات وصفات وتعلمنا إن اللي بيعلمونا التربية هم الكبار وتعلمنا اللي حيوجهنا هم الكبار وتعلمنا في كتير من الأحيان إن إحنا لو أخطأنا بنعتذر وبنعتذر لإن ما فيش حد كبير على الخطأ ومحدش كبير على إن يقصر ومحدش اللي ما بيغلطش ومحدش اللي مش معصوم وبالتالي التربية كتاب مفتوح كله وريقاته بيضاء ممكن نكتب فيها اللي احنا عاوزينه في الوقت اللي احنا عاوزينه ساعة ما نحب نعمل ده واكتشفت إن إحنا بنستخدم أدوات كده غريبة شوي يعني زي مثلا الحب فطريا البيبي هو ببطن ماما هي هي متعلقة بيه وبتتعلق بحركاته والمتغيرات والانتماء والحكتين الأباء ممكن تبتدي بزرة الأبوة أوي تبان من أول لحظة استلامه للبيبي وهو بيأزن وبيقيم في الأزن اليمنى ثم اليسر وتبتدي العلاقة علاقة حب حقيقي يعني أما بعاية ما بنقدرش نستحمل أما يكون جعان ساعات الزوج يشد على زوجته طالما جعان رضعي تقوله الرضع سخنة استنى أما تبرد والأم تبرد وتعمل ده بنعمله باسم الحب برده ولو الولد عنده مغص ممكن نلف حولي نفسنا لحد ما المغص ده يروح ولو الولد بيعاية عمال على بطال هتلاقي ماما رايحة جاية بالولد رايحة جاية بالولد رايحة جاية بالولد بالولد طول النهار بمفهوم الحب وما يمرض بالقطع بنبقى تحت جنبه وتحت رجليه وتلاقي فيهم هات دايما تبوس إيدين ولادها ورجليهم كده وهما صغيرين عندهم سنة وبتالي حب حب مشاعر مشاعر الحب ده شيء جيد شيء بيدفع البني آدم دايما للصح وعشان تبقى بصت الحب سليمة تعرف بقى إذا كنت بتحب البني آدم اللي قدامك اديته ونبهت وكبرت ووجهت ولا أهملت وفي نقطة تالية في التربية أن نحن نقدر نتعلم زين ربي مش شرط حد يكون آري كتب فلسفية في التربية طريقة العلمية الحديثة في التفاعل معه الطريقة الدينية المتبعة الطريقة أيما كانت الطرق فالعوامل اللي بتخلي التربية تشد حلها ونبقى جادين مع أولادنا الحب بإسم الحب بخلي البيبي وهو بيبتدي يسحف أحط إيدي اللي اتنين وراء رجله عشان يسحف أكتر وبنبقى في حالة من النشوة والانبساط ومركزين بغض النظر إيه اللي بيحصل حوالينا وما بيبتسم أول ابتسامة في أول شهور بنبقى يعني يعني عمزنا الأطفال الصغيرين وإحنا كبار ده بيبتسم هو إحنا إحنا مبسطين عشان هو ابتسم عشان خد خطوة جديدة في حياته أما زحف خد خطوة جديدة للأمام في حياته أما بيأكل ويكمل رضعته الحمد لله إن مامة مقنت إنها شبعت الجسم بالمواد الغذائية المطلوبة فهت خطوة جديدة أما بيبتدي البيبي يبتدي يتحرك أو يقوم أو يقف طبعا فيه اختلاف في وجهات النظر هنا ساعات نجري عليه ساعات نقول سانية واحدة سي بي ساعات نقول لأ سي بي هو يعتمد على نفسه ويقف تاتة تاتة وما أعتقدش فيه أب أو أم تنسى اللحظة الأولى للوقوف بتاع أولادها جنب الحيطة جنب الكنبة في الطرقة على الباب وساعات يدهو الولد بعد الوقفة ويروح إعاد كده ويعيط فمامة تجري عليه تطبطب عليه والناس اللي هما عندهم عقل ومنطق وبعد وخبرة دايما يقول لأم سي بي يعتمد على نفسه في المشية سي بي يعتمد على نفسه فيها أنا خايفة حيوقة 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 وغالبا بنحط إيدينا كده وإيدينا كده إحساسا بإن إيه كلها مشاعر حب مشاعر حب لتحفيز ابني إنه يعمل حاجة جديدة وما بيناغي نبقى عاملين زي الأطفال إحنا كاكبار في أي عمر السن بيناغي زيه زي الأرود كده ما بيناغي بعض كده بيناغي حب بمفهوم حب فيه هنا مفهوم حب هو اللي زقني عشان أساعده في الحاجات دي كلها لكن بعد شوية بنلاقي إن بمفهوم الحب بنرتكب أخطاء بتبقى للأسف ممكن تأثر في المستقبل للأسف ممكن يتعلمها في المستقبل على إيد حد غيرنا بس أما يتهدر هدرة جمدا باسم الحب في كتير من الأحيان ممكن نرتكب زي ما بقوله كده كده الخطيئة الكبرى إنه هو أنا ربكم اللي أعلى يعني يعني مفيش أبدع من كده ابني حدش يمسه محدش يعملو محدش كذا محدش كذا باسم الحب برضو أما بيجي البيبي يبتدي بقى يكبر أفتكر موقف أنا شفته رأيي العين بيبي صغير كده ولد وعنده سنة وثمانتوش ومشي من ثلاثة أربع خمسة أشهر حاب يطلع على الكنبة اللي بتكلم فيه ده دين على فكرة يعني أنا ببسطها يعني يعني أنت يوم ما بتخلي ابنك يمتلك قدرة بالضبط بقول رب العالمين فمن أحياها والحياة معناها الحركة معناها الاندفاع معناها الطموح معناها عمرت الأرض معناها كذا فأي معنى من المعاني اللي حقولها دلوقتي دي فمن أحياها فكأنما أحيا ناسا جميعا ممكن نطلع من الحركة يساور الكنبة كانت عالية والبيبي ده كان يعني بيونك شوف كل حتة فعارف كده كده بتاع الكلام ده فالأطفال عادة في السن ده عندهم المسافات وحسن تصرف الفك والتركيب عليها ففيه كرسي صغير موجود في المطبخ ماما بتطلع عليها عشان ماما حبتين عشان تفتح الادراج العالية فهو الراجل جاب الكرسي كل شوية يحركوا شويتين ويعد يستنيح شوية مرتين تلاتة مرة شوية اللي أم تقوله طب ما تساعدوا ساعدوا ساعدوا وصلوا لحد اللي بتاع طبط على أشيله والأب يقول لا خليه لحد ما يكمل وجاب الكرسي الصغنون جنب الكنبة والولد حط رجله خلاص وبعد كده بدأ يرفع رجله الناحية الثانية كان حيقع بس لحي نفسه وراح قاعد كده قاعدت عارفين السلطنة كده الواحدة ما يكون عامل مزاج يعني عمل حاجة مبهرة عمل حاجة ذات قيمة اتعلم معلومة جديدة اتصرف تصرف سليم عشان كده المرة اللي بعديها أماما جات تساعده رفض مساعدة ماما لأنه اعتمد على نفسه في ذلك في بعض أوقات الأطفال أما بيصحوا ساعات يعيطه عشان ماما تيجي تاخدهم من السرير السرير ممكن يكون ارتفاعه بستين سنط أو ما إلى ذلك ولا يمثل ده بالنسبة له مشكلة إنه هو ينزل رجليه ويبتدي يجي جري على ماما في أمهات بتروح جري أما يعيط في أمهات تقول له حبيبي أنا هنا تعال جري 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 أو تغري بأي مغرة من المغريات عشان يبتدي يعتمد على نفسه الأم اللي عاوز يبنها يعتمد على نفسه دي مش أم قاسية دي أم بتحب حب حقيقي مش مزيف ما تعيشنيش في جو إن أنا أحسن واحد في الدنيا ما تعيشنيش في جو إن أنا يا ما هنا يا ما هناك وما تعيشنيش في جو إن ما فيش أشطر مني وروح الحضانة ما عرفش أتعامل مع الأولاد أجي أتعلم ألاقي نفسي مش عارف أحفظ أحتك بالأولاد فما عرفش أكتسب صداقات أبقى تابع للآخرين ليه بنبيع الوهم لأولادنا بمفهوم الحب على اعتبار إن إحنا عايشين لهم أبد الأبدين عشان كده أما بنشوف في الصيام في أيام كده حر ونعرف ناس من شدة الحرارة وإصابتهم بالأمراض بيكملوا اليوم كل نوم من قدر عدم القدرة على إنهم يتحركوا يصلوا ويروحوا نايمين على طول عشان مش قادرين نتيجة لأمراض عندهم يعني هو ربنا مش بيحبنا لا دا خدوا بالكم دا شهر يسموه شهر المغفرة دا بنسميه شهر تنقية القلوب منتار رحمة والعطف يعني شوف شوف منتار رحمة والعطف مع قلة أكل وشرب ومية وجوحر والناس عجيب وش بعض عشان من كتر الحالة اللي هم فيهم ولو مدخنين يبقى الدنيا عسل قوي قربة العالمية الرابعة والخمسة والعشر هتطلع والدنيا تبوس دايما أما بتيجي الرسالات أو الأنبياء عشان يذكروا الناس بالرسل بتيجي في الحتة اللي احنا بنبقى ضعاف فيها يعني الجماعة اليهود أدخل أهل الأرض أدخل أهل الأرض لكن عمالقة في المعاملات المادية ونجحين في المشاريعات التجارية فييجي سيدنا موسى يفرض الزكري 25% على دخل الفرض ايه 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 ربنا عاوز يعني ربنا عاوز يضيقهم ولا يعلمهم ربنا عاوز يعني يطلع عينينا بالصيام ولا الصيام ليه هدف جميل رائع عشان كده أما اخترت الحب كوسيلة من وسائل التربية اكتشفت حق غريبة جدا ان الحب بيدفعنا في بعض أوقات اللي ان احنا نسيب أولادنا يعتمدوا عن نفسهم شوية آآ 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 ان نسيبهم يدفعوا عن نفسهم بعض أوقات ان نسيبهم بيتكلموا ويدوا رأيهم قدام الآخرين ان ما عودش أنفخ في ابني عمال على بطال وهو مشاكله قد كده احنا بنخلي أولادنا كبار بأدوات بوسائل بطرق بعميل ده 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 أنا بأتكلم دلوقتي باسم الحب طيب تعالوا أخذ مثال كده ظايل هو احنا المفروض ان انا اقول لابني بحبك ولا ولا ادلله بشكل عملي الحب هو الاتنين مطلوبين بس بشكل عملي بيبقى أقوى تأثيرا عشان كده ان احنا نفتخر بيهم ازاي كذا ما بقولش مش بنحب الأمهات لا بالعكس نحن يعني يعني بنسبح في بحر من المشاعر مع أمهاتنا لكن الحب بيتطلب مني ومنكم ان احنا نبقى كبار ما تبقاش كبير كده وشحط طويل عريض المنكبين تلبس بدل أو تطلع قدام التلفزيون أو تتكلم قدام الناس وانت كل كل كلامك في نقط بس انا عام زي الفنان بشوف الأخطاء اللي موجودة في البورتري وصلحها مين قال كده ما تبقاش كبير أو انت كبيرة وعيالكم يشوفوكم وانت بتبهدلوا بعض أو بتتنقشوا مع بعض كأرقى شوية ككلمة بدل ما كده أو تتنقروا زي ديوك الاختلاف وجاد نظاركم في أمور معظمها اللي لم يكن الأكثرية العظمة حاجة تفه من التوافق بس احنا بعض أوقات بنقبر الصغيرة زي ما احنا عاوزين ونمسك على الغلطة زي ما احنا عاوزين ويا سلام بقى لو حد بقى ايه من النوع ده يقعد مرات ولا تقعد ولا يقعد زوجها ونقعد نتكلم بقى الله فن للقاء موجود فن كذا فن كذا فن كذا فن كذا وكله شغال في اتجاه النقد مش ممكن نبقى كبار كبار وما نتصرفش زي الكبار باسم الحب المغفرة التغافر الواحدة او الواحد لو مسك مراته ومتخنقين مع بعض انتي وانتي عملتي وسويت انا فاكر انا فاكر يوم بكلنا بتقدمتلك انا انسى لأهلك الموقف الفلان بتاع السجاجين وبتاع الستير ولا انسى اما انزلنا نجيب الدهب بقى خلاص واحنا قلنا هننزل كده لوحدنا جات معرفش مين وجات مين وجات مين وجات مين وجات مين مادرش انسى انسى ان قدعيته 75 واحد واخدته مننا خمسين انسى منساش كل ده بيجيب السكة الطويلة العريضة اللي المفترض انها اشياء مضت ومرت والحياة مستمرة والحياة فيها اسس تانية ومبادئ تانية وانا قاعد اجيب الصغيرة قبل الكبيرة بمنته تفاهة قدام اولادنا خلاص عشان قدقي الاخطاء وقدقي انا مستحملك وقدقي انا مستحملك وقدقي شفت معاك وقدقي شفتي معايا وكل ده ما ينفيش ان ان احنا بنحب اولادنا لكن الواقع بيقول اما بيحصل كده احنا ابعد ما نكون على ان احنا بنحب عيالنا يوم ماما تكون متضايقة من بابا اذكر مقول لحد شفته واقعي وكان من الناس اللي شكلت عندي في دماغي حاجات بنت قالت كان بتتكلم على بابا بابا كان مسافر في بلد من البلاد وبيرجع هو الشهر وساعات ما كانش بيرجع الشهر كان بيستمر في العمل الام اللي بلاد ما كانوش بيشوفوا باباهم والام هي بس اللي ايه اللي موجود ومع احترام لكلمة الحب اعذروني ان انا حان في مفهوم الحب عند هذه المرأة اصلا الحب بياخدني قدام ما بيرجعنيش ورا ما بيركبليش امراض ما بيركبنيش هم الحب ده بيبني لقدام ناخد مين ناخد ام يوسف ام يوسف ايوة السلام عليكم عدده ماذاك يا دكتور تمام الحمد لله بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي اربع اولاد حلو عندي ولد تاني عددي والتاني في خمسة والتاني في ثلثة تاني كده نعم تاني كده بقول لحضرتك انا معي اربع اولاد اه ولد داخل واحد داخل رب وولد ثلاثين ماشي عا كدير بقى حضرتك الكبير اللي بتاعت الصوت بيقطها بقول لحضرتك الولد الكبير الولد الكبير تعبني اه تعبني خالص ما بيسمحش الكلام ما بيسمحش الكلام خالص انا مش عارفة عني عيندي كل شوية قولي يا امه بيروح للصايبر يعني اه روح للصايبر فانتي فانتي مدائقة من منه بيروح للصايبر يعني ما بيذكرش وما بيذكرش وتعليميا ضعيف يعني نعم وتعليميا ضعيف حلو جميل بس من ساعت ما بدأ في عدادي بقى يروح النسو كده طيب حاضر هو دي شاكويتك وشاكويتك اللي انا بقى اقول له صلي اي حاجة اقول له عليها نستمعش الكلام يقولك لا يعني الشريط مخالف مع حضرتك نعم عامل زي الشريط المخالف كده في القطر يعني بابا بيضربوا حضرتك لا يعني بابا بيضربوا حضرتك لا لأ انا ضعيق شخصي سامعين ما ضغمش يلا با عجي كل فين وفين اما يفوت بيكي بقى اه بضرب غير كده فوت عالي الصراحة اقول ولد لا خلص خلص كده ما بضرش يلا با عجي فين وفين انا حاضر يامي يوسف حاضر او بيعانس بخواته اللي متحسين بيعانس فيهم يعني يعني بيعانس فيهم ممكن ياخد اخوز ضغيره يعني بيعلمهم انا مش حتى تعامل مع الزين صب معين هو في التعليم لالسل وانس اختوت انا مش عارس حاضر يامي يوسف حاضر يامي يوسف شكرا انا سيدي طيب اامي يوسف اخترقت الموضوع اللي انا بكلم فيه و هكمل حاجة وبعد كده ارجع لامي يوسف على طول الام ارتبطت بالاب في ظروف ما لأسباب ما زواج بقى صالونات زواج حب زواج كاز زواج كاز زواج كاز اي مكان مسمى وطبيعة الام اللي فهمته بعد دراستها نام من النوع النقاد ما بيعجبهاش العجب بتطلع القطط الفاطسة بالحاجة ما بتتكلمش في الشيء الايجابي لكن تتكلم في الشكل السلبي بتوسيق الظن ما بتحسنش الظن فمع استمرار غياب القبل سنوات وهو كان بيبعت الماديات عشان يكملوا حياتهم كانت الام نتيجة لعقتها السيئة بالاب كانت مسورة الاب بشكل سيء من عصبية من نرفزة من عدم مش ناجح في حياته يعني ايا مكان لدرجة ان البنت كانت بتقول ان انا كرهت كبرت وانا بكره بابا بالرغم ما فكانش فيه تعامل واضح بس اللي كان عاميني ان علاقتنا بامينا كانت قوية جدا وبنحاول نسترضيها بكل الطرق والسبل وكان لها اخ ما كانش بيقول حاضر لبابا ليه لانه بعد ما بابا بيخرج ما بتسهله المهمة انه يروح او ييجي او يعمل هو سؤال بسيط ليه لان احنا بنتكلم دلوقتي عن 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 ولد دخل في انحراف سلوكي ما عرفوش يلمو وحدة تانية شافت ان ايه انها تعيش حياتها بالطول والعرض بقض النظر عن القاعد والقوانين والمسل والقيام ما ومسل والقيام في مين ما انا شايفها بابا وماما عاملين كده البنت بتقول اما كبرت عرفت ان ابوية غلبان وماما كانت مفترية وارضاها كان صعب والام دي زي ممي شكيب زمان في الافلام العرب اللي سود اما كانت اما حد يقول لها لأ تقول لك اه يا قلبي شوفولي الدكتور انا هيحصل لي حاجة انا هيحصل لي كذا السيناريو اللي بقوله ده هو 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 الاساس ان انا بحب عيالي مش طيقة زوجي مخنوة منه يعني مقفل هنا مش طيقة شايفها اسفل سافلين شايفها كذا وكذا بس في الاخر ده عب لك الحق انك انتي تشوهيك ازوج مع نفسك بقى ومع الكبار مش مع الصغيرين تخيالي اما حد يتهزي ثقته وامانه وحبه فبوه والناحية التانية شغالة في نقده وبنحاول نسترضيها عشان ترضى وياريتها بترضى فمن هنا بتحصل الكوارث فين الدين بقى في الموضوع ده كله لا ممكن تكون الستي دي بتصوم وتصلي وده بيصوم ويصلي ممكن دي بتععد الخميس والجمعة والله معرفش اللي التين والخميس والأيام البيض والتعمل وليس تشويها للصورة الدينية لا هي بس هي بتتكلم بموسل وقيم ومبادئ وعراف ايه ايه الدافع لاننا احطم مستقبل منظومة الامان عند الناس لأب من قبل ما شوفوا عينه طب انت كرهاه وطلعان عينيكي ومش عاوز تنفصلي لان ما عندكمش في العيلة انفصال وكل بيضعت عليك يقولك تعالي على نفسك وتعالي على كذا وتعالي على كذا ومسكين بعض ومقطعين بعض الأولاب بقى هنا فين الكبير بتاعهم انتي او جوزك انتي او بابا وعلى فكرة كلمة جوزك دي كان الولاب بيقول لمامته كده جوزك اللي جايبين ما انت اللي جيبتين يعني فين المنظومة بقى بتاعة الحب طب كلموني عن الحب فين الحب في موقع أسرة زي دي يعني بنسمي ايه ده امو حمزة تخش تفطر تفطر امو حمزة ايه السلام عليكم دكتور وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا عندي جوء حسن وحمزة ما عندي صغيرهم لعي هم دلوقتي عندهم ثلاثين ونصف العياض بقى تشغلة على طول ده الجنس بتاعي وده يقول بتاعي والعياض كل شوية والشريف عندي بقى حمزة العياض ما بيفصلش يعيط على كل حاجة انا دي بتاعتي اقولوا يا حديد ده بتاعتك ودين بتاعت اخوك يقول لي لا ادي كتا انا عيز دي ويعيط نجينا في الشرع يزبط في كل حاجة ويعيط وما بيسكتش الا لما لازم عملهم انه هو عيضه وطبعا ابو بيبدل يزعق من السريخ لرياض حرام يبني اسكت شوية ما بيسكتش هو مزودها كتير يزبط في التليفونات السكينة وانا بستغل في المطبخ انا عيز بي ويشبها مني اعمل معي ايه اعمل معي بيه دكتور انا مش عارف اصرف ازاي ودول اول بغتك اعمل ايه دول اول بغتك حمزة وحسن اه اه بعد عشر سنين اه اعمل حاضر امو حمزة حجاوبك حجاوبك بس يعني فليو واسمعي الاجابة على الشاشة ان شاء الله طب نكمل وبالتالي خلاصة دايماً علمونا عشان تأثر في اللي قدامك لازم يحبك وفي حاجة اسمها الحب الالهي ان احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى انك بدل ما تسجد خوفاً تسجد رجاءاً ومحبة وده الهدف حتى في شهر رمضان ان احنا بيعلى مفاهيم الحب ربنا اكتر من اي حاجة تاني بنبقى لينين اكتر بعد كده بنبقى اتدربنا شويتين في قلبنا رأى حبتين فبدأنا نمشي في نفس المنظوم ولازم ده يبقى الواقع داخل نطاق المنزل واللي ولاد يحسوا بيه عشان ما ينفعش نقتل نفوس اولادنا من قبل ما يبتدوا العيشة واللي عايشينها واللي شايفينها ام يوسف بتسأل سؤال سؤال مشهور يعني سؤال يعني بيتسئل عمال على بطال ان ابني من ابتداء الاعدادي حصل له تغيرات وان التغيرات دي فيها عند وفيها مساومات وفيها زن وفيها ضغط وفيها يعمل اللي هو عاوزه لقى اب ما يقلب كان البيت ويتخانق مع أخواته وهو الكبير 12 سنة من المفترض انه هو ما يعاملش صغيرين على انه صغير انا عامله كبير يبقى هو يقولك لأ انا عامله صغير يقولك انا كبير مش عارفين نتصرف معاه ازاي هو مبدئيا كده مبدئيا السنة ده مش بتاع ضرب خلاص يعني غالبا الضرب الاكسام دي بتبقى منحاس حبتي في السن 12 13 14 السنة بيبقى الجسم نحس يعني نحس يعني انت بتضربه خلاص من غير هدف يعني اضرب وبعد وقت الاولاد بيبقوا في السنة ده اضرب وما فيش دمعة من عينيهم بتنزل ممكن يخشوا القضاء بعد كده يعيط ماشي بس مش قدامك مش هعيط خلاص اما نشوف في عند يبقى احنا للأسف احنا فرضين الامور من غير اتفاقيات او بنخل بالاتفاقيات مع الزن مع سيبيل واد بقى يفرح شوية مع يستي ما تحبكهاش مع حاجات كتير وبالتالي السن ده محتاج انك تعملين زي سن ثمان سنين او سبع سنين ثمان سنين سبع سنين ممكن يتلقوا الاوامر شوية اول من يوصل ابنك عشر سنين اتنشر سنة بيبقى موظف عندك داخل نطاق المنزل ليه وظايف بيقوم بيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة جنب الحب بقى لانك انت يعني اما بتقول اليوسف انا زعلانا منك ولا بيفرق معاك يقول الحمد لله انا زعلانا مني عشان ما تطلبش مني اي حاجة لا نزل اجيب عيش ولا نزل اجيب حاجة من عند سوبر ماردر وبالتالي بيبقى موظف عندك مبدئيا واي موظف بيتلقى راتب الراتب ده عبارة عن التسهيلات اللي حضرتك اللي حضرتك بتقدميها له وبالتالي اما تلاقي انه قصر في شيء بيتوقف هذا الايه العاقت وتبتدي بحاجة او اتنين مش بكل حاجة مرة واحدة عشان يتعودوا ان ده يبقى نظام عام ولازم تبقي بردة شويتين وبابا ياريت ما يضربش خلاص احنا بنقول ممكن ان يمنع عن الطفل الطعام في بعض اوقات نتيجة لانه هو معلقش هدوم مثلا هتقولي لمنتهى القسوة ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم الحمد لله انه ربنا سبحانه وتعالى احنا في شهر رمضان بنسونا 12 ساعة ولا 13 ساعة كل ده ليه عشان يطلع عينينا وان رب نفسنا ونأتمر بأمره ونمشي على هدى علشان ربنا يرضى عنه والدنيا تمشي محمد ساذ محمد تفضل وعليكم السلام تفضل يا فندم انا بططط بس بأسجل اعجابي بطارج الحضر بس والله ربنا سعدك بنا يكلمك يعني انا انا جاعد متنتع حتى الاسر اللي كنت عادة فقال عليها حضر دك دوبت اتناه مانا في الوتنج يعني في الالكنتراب والله ربنا يسعدك جزاكم الخير ربنا يجري شكرا على اللفتة اللفتة جميلة ربنا يكرمك جزاكم الخير يميع مش عارف شفتوا انا حصلي ايه دلوقتي في اللحظة دي اللي تصل فيها استاذ محمد اداني طاقة ايجابية فحاجة مش لاني واو ما حصلتش وعات وعات عوج على المشاهدين لا طب كويس احنا مشين كويس الكلمة دي هي اساس حب الاباء والامهات لاولاده ليه دايما صوتك كأم او كأب بيطلع وتعقيد المؤتمرات اما بيخطئ اولادك ليه طالما الاولاد سكتين وقاعدين يلعبوا في حالهم وكذا 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 ما يطلعش صوتك عشان تتدخلي في الوسط الا اما بيمسكوا في بعض لو اي حد بيجيب لك اي حاجة بتقوله شكرا وولادنا محتاجين نفحة ثقة نفحة ثقة على طول الام اللي بتقول انت احلى بنت في الدنيا انت اطعم بنت في الدنيا انا مشوفتش احلى من كده يا خرشي عليكي دا انت امورة دا انت كذا 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 مش غلط بس الاصح جنب دا اما بتعمل حاجات ايجابية بنقول لها برافو عليكي دا شيء جاي جدا اللي بتعمليه ليه لانك تهيبت فيه لكن اما بتأثر في شيء فبنقول ان احنا مقصرين هم؟ حاضر نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دايمان بنقول ان فيه مواقع للخطورة فيه مشاعرنا تجاه اولادنا عادة الطريق المستقيم بيبقى مريح لكن الطريق المنحنى بيبقى فيه صعوبة أو الزكاء فالطفل الاوحد او الطفل على بنات او البنوت على اولاد او الولد اليتيم او الاولاد اللي اتولدوا بالتلقيح او الصناعي او وفي نفس الوقت فيه او كمان عندهم حاجتين انهم اتنين مرة واحدة او دول حملين يعني حملة قيل توقم مرة واحدة لقم مع كامل مشاعرها وعواطفها عوزة تبقى عندها بعض الاساليب غير الحب بس ف عادة التوائم بيبقوا متعبين وبيبقوا حرك الدين وبيبقوا زناء مين لكن معظم الاولاد بيقيسوا نسبة الزن هتحقق نتيجة بعد قديه نسبة الزن هتجيب نتيجة بعد قديه مع ماما او مع بابا وبالتالي عندنا ظروف كورونا بس كان حينصح على طول لاطفال توقم انهم ينزلوا حضانة يطلعوا طاقة لان الاولاد دول عبارة عن طاقة لازم تخرج تخرج بقى في يعني ممكن نعمل في الطرقة عليقة يتعلقوا فيها او يبقى عندنا السلم الصغير لو مساحة البيت تستحمل على الزحليقة نطاطة موجودة داخل غرفتهم حاجات بتقلل الطاقة عند الاولاد لكن لو افترضت ان مهمتي بأكل وشرب ويعودوا يزنوا دي عا تبقى مشكلة الحاجة التانية ان احنا في السنة ده بنخفي الحاجات اللي احنا مش محتاجينها او مش عاوزينهم يبقوا زنانين عليها فبننقل التلفزيون لمكان اخر بننقل التلفونات لمكان اخر بننقل كذا لمكان اخر الحاجة الاهم ان ان الحاجة لازم حتجيب مش حاجة واحدة للاتنين لازم حتجيب لده حاجة وده حاجة بنقول ده ليه عشان نقل الاحتكاك بينهم في حاجة مهمة تانية ان احنا ما عندناش حضانات بس ممكن جنينة واسعة يجروا فيها طابع الاكل نفسه ان هم ممكن ميالين الحلويات ميالين للنشويات ميالين ميالين الاسمودة ليه الكربوهدريتس والحاجات دي لا شيل ده شوية وقللي من طابع الاكل اللي موجود مؤكد الاولاد دول ملء السمع والبصر بالنسبة لباباهم وبالنسبة لمامتهم لانهم جوهم بعد غياب وبالتالي العواطف بتبقى مختلطة فتلاقي بابا ممكن يزعق ماما تقوله بالراحة ماما ممكن تزعق بابا يقولها بالراحة ويبتدي الخلاف بينهم بالشكل اللي موجود فكل اللي مطلوب في مكالمات ماما دي الصوت قطع لو عندك مكالمات خش وعليكم السلام زكا بذكر الحمد لله خير ربنا بريفك باشا وزيلك من نايم ربنا يا باشا لو سمحت أنا عندي ابن سبع سنين ايو عندي مشكلة انه هو يعني عدم السمع يعني بص يعني اللعب الكتير الحركة الكتير المشاط الزايد واخواته صغيرين بيجلدون ومهما يعني بص مهما اغريته يعني يعني لو انا طيب اجهد ساكت وخد هديب لك اللي انت عايزه هديه فلوس اجهد ساكت اجهد مؤدد اخذك معي الشغل اعمل لك اثويلك برضو ما فيش فائدة فيه طيب هو حضرتك بتتكلم على ان ابنك حركي ده اساس المشكلة تمام وبرضو يعني يعني انا عمل كمال مستحيل ان انا حاول اخليه يهد شوية عشان خاطب اخواته صغيرين بيجلدو حتى لو عمل حاج غلط مشكلة البيت كفر حاج بتاع تمام يعني ما فيش حتى ما فيش خوف من الاب يعني لا مبلاء بس هل انت بتعتبر ان الحركة بتاعته دي نوع من انواع العند عدم عدم اطاعة الامر ولا الولد طبيعته حركي ايوه طبيعة حركي يا دكتور هو ده يعني بص عنده حركة يعني عنده استعداد يوجد اليوم كله يتحرك وبينام كويس بعد كده لا ممكن يصخف عشان يوجد يعني عاند معا يوجد كده جنب صهران يعني ياخد وقت عبل ما يخش في النوم يعني يعود يلهي نفسه في حكايات لا ده ممكن لو هو عايز ينام يا دكتور يغسل وشه بالمية كده مرة عشان ما ينام ويوجد كده طيب غير كده انت ما بتشتكيش لا هي دي اللي حتة اللي تعباني لاني بجدش يسيطر عليه في البيت ولا امه بتاعب امه برضو بسبب نفس المشكلة طيب انا انا حرد على حضرتك هو يعني واعتكتشف حاجة بسيطة خالص في الموضوع يعني حاضر تفضل تفضل شكرا انا عندي صوت مش طالع انا ما عرفش بقى اذا كان فيه تصويرات اخرى ام لا ماشي لكن حاجة يوب على السؤال ده اه وده جانب مهم الحركة الطفل بيتحرك من هنا بيبقى حركته زيادة من هنا بيبقى تركيزه بيتأثر من هنا بيبقى استيعابه بيقل من هنا وعلى ذلك فقيس وبالتالي الحركة الزيادة دي احتمال تكون مشكلة تعرب بفرط الحركة مع قلة الانتباه وقلة الانتباه ده مش معناه المهم الزاكي لا هو زاكي جدا ولماح بس ما بيركس ما بيعودش بمكان منين يعود يتنطط على الكنب منين الدنيا بتبقى ملغبطة من ساعة ما يبتدي هو يبقى موجود فرط الحركة مع قلة الانتباه دي دي اطفال طبيعيين بس مختلفين مختلفين اه كده تمام السوت رجعه مختلفين مختلفين في ايه في الطاقة مختلفين في ان حركتهم زيادة مختلفين انهما بيتعبوش مختلفين انهما مندفعين الولد دا ما بيجيش بالاوامر ولا بالقواعد الولد دا بيجي مبدئيا من غير تدخل طبي يبقى لازم يبلعب رياضة لازم تستهلك طقته لازم لازم تقلل اكتر في اكله اللي فيه النشويات والرز والمكارونة والحاجات المسبكة والحاجات دي كلها عشان يقل الحركة بتاعته عقابه وعقابه بدني مش ضرب لا بالعكس انه ويلف حوالين مثلا البيت 3-4-5 مرات حتى في المدرسة ما يحصل مشكلة منه ينزل التراك يجري 3-4 مرات كعقاب عشان تقل الحركة بتاعته لو استخدمنا الاداة الاولى والاداة التانية دي وما تأسرش يبقى لازم يتعرض على طبيب مش لان ابنك مش مكتمل عقليا مش لان ابنك عنده مشكلة زهنية مش لان ابنك زكاء ومحدود مش لان ابنك حا يعني لقدر الله حيبقى عنده صعوبات في التعلم لا هي كل المشكلة ان في مراكز طبيعية موجودة في المخ بتتحكم في الحركة لم يكتمل لم يكتمل النمو بعد فبتروح لدكتور يقول لك ويوصف لك يقول لك اذا كانت دي فرط حركة مع قلة انتباه ولا لأ وليه بنعالج فرط الحركة مع قلة الانتباه لان الحركة على سن 8 سنين ابو الشرك بانها هتبقى قليلة لكن اندفاع الطفل رغبته في التجربة ما بيحبش قواعد ما بيحبش قوانين يروح للشمال ما يروحش لليمين يصاحب الاولاد السو ما يصاحبش الاولاد اللي هم على قدهم وبالتالي بنعالج الحاجات محمود استاذ محمود السلام عليكم استاذ غوم اتفضل اهلا وسهلا السلام عليكم ازاك يا طفل وعليكم السلام وطلع ركا انا حبثك معي تاو اما عدو كامل 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 نعم تاو اما عدو كامل 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 اه حضرتك هما في الحضرة كون المتفوقون كونك واسين بقدروا تدخل المدرسة بدأوا يلعبوا كده وعايزين اي حاجة ويضربوا اي حد مثلا اكبر منهم اصغر منهم ونظرفاتهم تعبين هم هم هو ولدين ولدين توقم اه اه توقم حضرتك ما فيش مشكلة عندهم في النواحي تعليمية يعني لا هما بيتعلموا حضرتك وبيعوا كويسين وكل حاجة بس تركيزهم ملين مزايد اول ولعبهم كتير والمذاكره بالعافية يعني بالخناق معهم والدين وتعملوا والدين أنا موجود في البلد ببقى كويسين مش موجود مع والدتهم مش هاي او بيقلقوا منك بيقلقوا منك يعني اه او بيحترمو ودائما يرفع حاجة حدك لما يكونوا عايزين حاجة يرفع عليها بقى وانت بتعمل ايه بقى اه انا والله يا دكتور يعني مش طبعا جري بعد 16 سنة هذا لازم لازم تعملهم لهم عايزينه بحاول بحاول بغضل الامكالم نعملهم حاجات يعني ربنا يخلهم لك وينبتهم نبات حسن حاضر من الي انا بنت عايزة علاق مشكلتهم لا هو مفيش مشكلة هو حاضر حاضر اتكلمت حاضرك مع دكتور الاسواد بداعهم قال لي مفيش مشكلة السنة ده كده هو كده حقول لك برضو يعني يعيب يبقى فيه يعني اكثر من رأيي في الامر هو عادة ان عشان برضو نتعلم حاجات الطب ما بقاش يعني ما بقاش فيه طبيب يعرف كل شيء عن كل التخصصات في الطب الدكتور الكاشكول بتاع زمان اللي كان بيعالج العظام والاطفال والكبار والكبد والاشعة ما عرفش ايه ما بقاش موجود ما بقاش موجود مش عشان الدكاتر ما بقوش شطرين ما بقاش موجود لان التخصصات اصبحت في منتهى الدقة وكل تخصص له عمق كبير فيوم ما اسأل دكتور اطفال بيبقى مش ديه الحتة اللي زاكرها في الكلية او في الماستر اللي خده او الدكتورال اللي خدها وانما جي اسأل مثلا على حاجة اه لاها علاقة بال الجهاز الهضمي مش مش كل اللي شغالين في الجهاز الهضمي هيبقى عندهم كل المعلومة كاملة الا متخصصين فعشان كده بدأنا نلاقي التخصصات بدأت تتفرع وتكتر الطب النفسي ده على ايامنا اما تخرجنا كان هو ماجستير واحد ودكتورة واحدة اللي هو الطب النفسي العام اللي هو بتعالج كل انواع الطب النفسي كل انواع ده سواء كان البالغ سواء كان المراهق سواء كان الطفل سواء كان الشيخوخة سواء كان الادمان سواء كان كذا سواء كان كذا فدلوقتي بدأت الدنيا تتخصص اكتر فبعد ايه ده فيه ده كثرة للإدمان وده كثرة للشيقوق وده كثرة شغالين مع الأطفال والمراهقين والبالغين وغيرها من الأمور أولا ربنا يكرمك في أولادك لأن جولك كرامة من رب العالمين ليك كهدية غالية بعد 16 سنة والأولاد بقى عندهم 8 سنين طبيعة نسبة من التوائم زي أولادك كده زي أولادك كده لكن لو حركتهم مأثر على تركزهم تاني لو حركتهم مأثر على تركزهم يبقى لازم تزور دكتور في الطب النفسي مش عشان مرضى ممكن يكون محتاجين بعض المواد الغذائية الزيادة حبتين محتاجين بعض الفيتامينات حبتين محتاجين إرشاد للرياضة والجهد حبتين ممكن محتاجين إن حد مدرس خارجي يقوم بمهمة التعليم بدل ماما وبدل بابا يعني المسألة مش كبيرة لكن منسبهاش لحد ما تجبر أنت بتتمنى إنهم يكملوا تعليمهم ويخشوا التعليم العالي وما إلى ذلك فنقطة نقص الانتباه دي حتأثر في المستوى الدراسي ونقطة إنهم بيجروا بيتنططوا بيعملوا دي حتأثر شوية في السلوك العام أنت تقدر تستحملهم لأنهم دول عزاز عليك قوي لكن المدرسين مش هيقدروا يستحملوهم يبقى واجب إن حضرتك بتشوف الولدين إيه اللي محتاجينه طبياً عند الطب النفسي وتشوف أنت كترة كتير يعني يوم حاضر ناخد هاجر هاجر تفضل يا بنتي تفضل يا فن أيضاً حضرتك يا دكتور أنا ابني عنده تسعة سنين بيتحرك كتير جباً ما بيعرش في مكان ثابت ليهي مثلاً مع وقت النوم ممكن مثلاً يدخل يغسل وشفه عشان مثلاً ما ينامش ما بيحبش النوم خالص نئائي عنده الثابت مثلاً يغضي لارد عشرين ساعة صاحي ما بيتعرش من أي حاجة يعني مثلاً نهما أحركوا ومهما يعني أكليب بالنجود جامد فأي حاجة لأ ما بيتعرش أيام ما كان بيروح للمدرسة كان شكويته في شكوى معينة من المدرسة؟ لا لا كان كويس جداً يعني كانت الحركة كمان في البيت بتنضبط أيوة طبعاً أيوة طبعاً طيب ما هو أنت جاوبتي على السؤال ببساطة طيب الأولاد كلهم في البيت دلوقتي أيوة طبعاً ما بيعملوش المجهود الكافي ففي أولاد بيبقى درجة حركتهم أعلى من غيرهم ما بيجوش بالأوامر وبالقواعد وصل لك المعنى ولو وصل لك المعنى أصله بيركز على التليفون أو على الكمبيوتر أو على قدام التليفزيون بالساعات وما بيركز في الحاجات الأهم طبيعي جداً لأنه هو أنت بتزود الطاقة بتاعته بالتليفون والتليفزيون والشاشات اللي ممكن بيتعرض لها دلوقتي نتيجة للفضل اللي احنا بقينا فيه الولاد خلصوا تعليمهم بقالهم فترة هو السنة دي وكله قاعد في البيت ودي خمسة شهر أجازة وحاني لهي العيال في إيه في الشاشة بتاعت التليفزيون في التليفون في جيمز في بلاي ستيشن حقا يا دكتور مثلاً لو نزلته مثلاً يلعب يلعب برضو مثلاً تلعب مع أصحابه هنا مثلاً برضو في العمارة برضو ما بيطلعش برضو بيطلع برضو زهقان بيطلع يقول لي أنا عملت إيه لأ أنا لسه عايز ألعب أنا حسناً أنا لأ أنا عايز ألعب أنا عايز أعمل أي حاجة طب خذ يا موخي مثلاً التليفون يلعب برضو في التليفون شوية ممكن برضو ينزل تاني يفكر كتير جداً دماغه دايماً شغال وما بيبطلش كلام كل حاجة بيسأل فيها كل حاجة كبيرة وصغيرة بيسأل فيها طول ما هو قاعد وحساس حساس طبعاً جداً جداً بصي أنا حرد على حضرتك أو يا ريت حرد على حضرتك حاضر طب نسبة نقطة حساس دي معلش لإني بابا دايماً بيعنفه جداً لإن هو إخواته بنات فياعد يقول له استرجل عارف حضرتك إده هو الولد الوحيد استرجل أيوة استرجل هو بقى كبير استرجل استرجل إنت كده هتبقى كده زي البنت كل كلامه كده معاه آه مش حرق فعايزة برضو مرحوظة ديه برضو لإن حضرتك هو هيسمعك فعايزة برضو تشوفوا برضو بابا طيب يعني بابا سميعني دلوقتي أيوة طبعاً هو اسم حضرتك تقوله إزاي يتعامل معاه في نقطة اللي هو يبقى راجل يخليه استرجل إزاي حاضر حاضر بيحرجوا طبعاً قدام الناس حاضر من أين 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 حاضر هو أنا شيء يسعدني إن أنا لقي الأب والأمة عادين وبيسمعوا أي أما كان اللي بتسمعوا مش مهم المشاركة في دي حاجة حلوة على فكرة حتة إن نبقى صرحة وبنتناقش والحكمة ظلت المؤمن أنا وجدها هو أولى بيها أحق بيها تفهمني وفي الآخر دول أولادنا أولادنا اللي بنسميهم ابتدادنا اللي هم بنسميهم اللي حنتسند عليهم يوم القيامة بالحسنات والدعوات بدعيتهم ما ننساش ده يعني ده موال كبير قوي يعني القصة كبيرة ضخمة مش مجرد دراسة مش مجرد سلوك مش مجرد ردود أفعال الولد ده يعني أكبر استثمار وأهم استثمار من الاستثمارات اللي أي حد بيقوم بيها فلازم لها تغطيط فكده كده شاء السميع العليم أن يهديك خلاص هدية ولد ولعب الأولاد دمرة واحد بيختلف على البنات وبالتالي لعب الأولاد عضلي لعب البنات فيهم كات وحاجات كده كذا الحاجات التانية في بعض أولاد طبيعتهم ولسه كنا بنقول في نفس الأسئلة اللي ماشية في نفس النسق الحركة زايدة عن معدلها خلاص فحتفرملني ازاي ما انت لو فرملتلي حققت أرقت في ضوافري لو وبختني برضو مش حمتنع لإني دي طاقة عالية ما فيش حد بسرعة ميت كيلو بيقول العربية هو في طقف لازم يدوس على الفرامل طب فرامل الولد ده ايه واضح انه محتاج نشاط رياضي متزايد ليه لان طبيعة الولد ده حركيا زيادة الولد حساس مش عاوز يزعلج بس هو مش عارف يوقف نفسه لانه طبيعته كده حركته كده تلتربع الابطال العالمين مش تلتربع بقى 76% منهم حركتهم زي ابنك فده مخلوق ربنا خلقه لانه يتفوق في الرياضة طلع عيني في الرياضة طلع عينه في الفك والتركيب طلع عينه في ترتيب المكتبة ونزلها طلع عينه في المشاوير نقل للقال الحلويات والنشويات والكلام ده عشان برضو الطاقة ما تزيدش كورونا قفلت هاتلو مدرب للكاراتي أو للفتنس فوق السطوح تشتركوا كلكم مع بعض أو في ساحة البيت تشتركوا مع بعض عشان تقلل مستوى الحركة النقطة التانية ان الشاشات لازم يقل مشاهداته لها لانها بتشحن طاقة الحاجة التالتة بقى ودي حاجة مهمة جدا ان الولد ده حساس وبيتأثر ونفسه يرضيك ولو سمعني في بعض قوات يقولك ما كانش قصدي يا بابا انا ما عرفش عملت كده ليه لان حركته طبيعيا كده زي اللي عنده اسر نظر زي اللي عنده طول نظر زي اللي عنده عنيه زرقه زي اللي عنيه صفرة ده حركيا زيادة توبيخه هيخليه مكالكع ما هو انا مش وحش وانا مش عاوز عالك بس ما عنديش فرامل الفرامل هنا مش متزبطة في بعض اوقات بتتأخر شوية واحنا عاديين في البيت وما بكون في المدرسة بطلعين المدرسة كلها وارجع هادي مستقر ما يبقاش فيه مشاكل موجودة وده الحل كلمة استرجل دي عمرها مربة راجل ده مش نقد انا بقول لحضرتك ليه اصلاحنا هنقيس الاسترجال بانه بيساعد في البيت وانه بيقضي حاجات البيت وانه ساعد ماما وانه بيعمل كذا ولا ان انا اععد زي المرزاب كده على حالي 3-4-5 ساعات ما تحركش عشان ابقى راجل ملاش علاقة الرجول مجموعة من الصفات فده بيسبب عند الولد ثقة ضعيفة الحاجة التانية حيسقطك من حساباته بعد وقت يعني توجيهاتك بشي تجيب نتائج ويعمل من وراك اللي هو عاوزه لان ارضائك صعب ما ينفعش حد رجله مجزوعة نقوله قمش عدل صلح للرجل المجزوعة دي ما ينفعش طفل مفرد في الحركة واقصد الافراط في الحركة هو زيادة معدل الحركة عن المعدلات الطبيعية زائد ان احنا دايما نقوله فكر قبل ما تقول وقبل ما تعمل اما تلاقي نفسك بتكرر الجملة دي بقى ابني ده مفرد في الحركة يبقى اطلع عينيه في التدريبات نوادي مقفلة جريه في تراك نظام طعام نقل النشويات عمرنا الله والحلويات نقل للشاشات والاهم من كده ان الولد ده حساس لانك انت حضرتك ساعات بتقول الكلام قدام اخواته البنات فكده فكده ما بتكبروش مقفلة حد طلع واحد اخواته اخويا الظغيرة دكتور وتعب بتاع البنت عندنا امي وابيه وكده مسمعش الكلام خالص ودايما كده حركته كتير في المكان تبس بسم الله سيلم وما يصمم على حاجة رزما يعملها ما بيتزلش عن الحاجة ده كواخر واحد عندنا تركيز الدراسي عامل ايه نعم يا دكتور تركيز الدراسي تركيز الدراسي والله كان كويس لحد قول ابتدائي كده منقول ما دخل سنة ثانية انتبه للعب دلوقتي ومع لناش عارفين نحكم عليه مش حكاية انه بيجيبش معاه نتيجة بس هو مش يعني هو عاوز حل المشكلة هو كمان مش مش هو سبب المشكلة لوحده يعني حاضر في حد تاني في حد تاني في العيلة كانوا بيشتكوا منه برضو لا والله يا دكتور انا واخويا اللي اكبر منه احنا اتنين قابليه يعني وما فيش الكلام ده خالص هو ده اللي طال عندنا عمام خلان كده لا والله كلهم ناس طيبين يعني ما فيش الكلام ده ماشا حاضر ايما هو هو كويس برضو بس يعني ممكن يبقى اخر العنقود نعم ممكن اخر العنقود اه اخر العنقود دايما بس بيبقى مظلوم والله اخر العنقود ده ساعات ما بيبقاش فعلا بيدلع اوي ونديله سنوي في الجيم اكتر من يركز على المذاكر وبالتالي انا شايف ان كل الاسئلة بترايحة لفرط الحركة مع قلة الانتباه خلاص وساعات بنعتبر ان الولد ده قصد دلع زيادة او الولد ده بيعاند او الولد ده اه 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 عاوز يعمل في دماغه تخيل في تانية ابتداي ويقولك اضرب زي ما انت عاوز امال اما بيبقى في اعداد عتعمل في ايه عيتعلق منين ده وصل لك وبالتالي اشم كده من ريح سؤالك الطفل ده مفرط في الحركة مشتت في الانتباه وبالتالي دراسيا حيقل مستوى وبالتالي الحاجة السهلة بالنسبة له اللعب فهينتشر وحيجري ويتنطط ويكسر قواعد ويقسر نظام نصيحة الى وجه الله الوجه الله فعلا ان اي حد بيشتكي من فرط الحركة مع قلة الانتباه يعرض على الطب النفسي مش هم اهل التخصص مش لان اولادكم عندهم اعاقات لان اولادكم محتاجين تطوير في طريقة تركيزهم وسلوكهم دوائيا وبأجهزة كانت تبقى موجودة وكمان ساعات ندخل تعديل السلوك ساعات ندخل تمارين رياضية ساعات ندخل حمية غزائية ساعات ندخل حاجات كتيرة عشان المستقبل اللي جاي انت الحد النهاردة الطفل بيجري وبيتنطط في البيت ما بيرتكبش اخطاء عظام نسبة 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 كبيرة من الاولاد اللي حركتهم زيادة لازم بيجربوا الغلط من ضمن الغلط مش السجاير مش ضمن الغلط ان يدخم الغلط دلوقتي دخلنا في المخدرات بانواحها المختلفة اصبح عندنا في مصر كل اربع افراد في واحد بيشرب بانتظام مادة مخدرة تحت سن الخمسة وعشر اللي هما بيمثلوا القتلة الرئيسية للسكان في مصر اللي اما 65% اللي موجودين وبالتالي عشان نقدر نوصل لمرحلة الضرب مش فارق لا في مشكلة اصلا انا مش قادرة سيطر بالرغم ان انا بتبع اساليب اللين والشدة وكذا يبقى في مشكلة وزي ما قلتلكم ان فارط الحركة دي نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى واستثمت رياضيا 76% من ابطال العالم في السباحة والجنباز وغيرها من الالعاب كلهم عندهم فارط حركة مع قلة انتباه كلهم عندهم مشاكل في التركيز على اموم في مجمل الامر يعني احنا قدامنا قد ايها الشباب قد ايها خلاص طيب طيب اشاكر للوقت اللي اديتهولي عشان اعود معاكو اتكلم ويا رب الكلام يبقى بنية صافية عشان يوصل لقلوبكم ان احنا محتاجين نطور في نفسنا صغير كبير مفيش فينا حد فوق الغلط مفيش حد ما بيغلطش مفيش حاجة اسمها انا كبير مفيش حاجة اسمها هو كده او انا اذا كان اعجبكم اولادنا محتاجين المفاهيم الدينية اللي خرجنا منها في رمضان تطبق يا اخوانا الحب لا يصطدم بقيمة من القيم مش ممكن من 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 حبي لابني اهز ثقته فيجدب حبي لابني افرد في العطاء فيميدي ايده حبي لابنه لابني يصل بي انه يعتمد علي في كل شيء حبي لابني يصل بي ان انا بجري وراه هنا وهنا 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 عشان حلل ومية الف مشكلة فعشان كده العلاقة بيننا وبالربنا حب وده اللي بيتولد مع الشهور الكريمة والأيام الطيبة وقدي رحمات ربنا سبحانه وتعالى وقدي ايه تجليات ربنا سبحانه وتعالى عشان بيقول لك انت مهما عملت انت مغفور لك ما صنعت ابتدي من جديد فعاوزين نعد المفاهيم الحب ومفاهيم التوجيه ونفتكر دايما حكم عدل فمن احياها فكأنما احيا الناس جميع احيا البشر يعني نحط لهم قيم ومبادئ واعراف ونحطهم على الخريطة ويبقى لهم وزن وبيبقوا بيذكروا بيعملوا بينشطوا وما الى ايه الى زال شاكركم اشكر الوقت اللي دوتهولي والحمد الله ربنا مكنني ان انا اجي النهاردة والحمد الله ان انا كنت بينكم ويا رب الوقت اللي قضنا دا يبقى نوع من انواع التذكرة بمعاني وقيم دينية بتأثر في التربية وفي توجيه اولادنا وكل سنة طيبين ونشوفكم بعد العيد ان شاء الله استودعوا الله دينكم وامناتكم وخاتم يا عمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة